ينضم إلينا الآن نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق السيد سعد الراوي سيد سعد مرحبا بك ما جدواء الرقابة الأممية اليوم على الانتخابات العراقية حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام أهلا بك بصراحة يعني أنا دائما أقول نحن كعراقيين من يحسم هذه الأمور الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين موجودين في كل الدورات الانتخابية السابقة بالأمس أذكر في 2010 نعم تفضل 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 أذكر في 2010 كان هناك 900 مراقب دولي وأكثر من 500 ألف مراقب للأحزاب والإتلافات السياسية لكن هذا الكم الهائل من المراقبين يحتاج يعني سواء أنه دائما أوعز إلى المراقبين الداخلين يعني قبل قليل ذكر أحد المواطنين في نينوى يشتكي وأعطى المعلومات لقناة الفلوجة ليش ما أكو آليات للتشكي أكو هناك نظام الشكاوى الطعوة الانتخابية نحتاج مراقبة من كل الأحزاب والإتلافات السياسية والمنظمات المحلية الأمم المتحدة يعني اليوم تصريح الأمم المتحدة كأنه تشعر في 2018 أكو إشكالات وهم وافقوا على هذه الإشكالات وأقروها وأقرت الانتخابات طيب اليوم نأمل أن لا تكرر هذه المسألة نعم طيب سيتساعد عضل المقاطعة لكن تحدثت بأنه يجب أن تكون هناك شكاوى من قبل المواطنين في مراكز معينة هنا ربما يتخوف المواطن من أنه يعني هذه الشكاوى لا يمكن أن تصل في ظل وجود أحزاب تتقاسم السلطة ربما هنا دور الأمم المتحدة سيكون أكبر في رصد عمليات شراء البطاقات في إغلاق المراكز لن يكون أكبر لن يكون أكبر لماذا؟ بل بالعكس يعني في 2018 هم موجودين اليوم موجودين اليوم أنا ما شفت مراقبة ليش نظام قانون الانتخابات الفصل السابع ما نفصل شيء عن الدعاية الانتخابية فقط يحرم يمنع استخدام أموال الوقف السن والشيعي لا يجوز استخدام مؤسسات الدولة وآلياتها طيب وإذا استخدمها؟ وهذا نشوفه بكل المحافظات وليس مقصور على محافظة دون أخرى فهذا الموضوع يجب أن يفصل إذا أكو إشكال أين تشتكي؟ هل أمام مجلس المفوضين أم أمام الهيئة القضائية ومن يحسم هذه الطعون؟ هل هي الهيئة القضائية الانتخابية أم المحكمة الاتحادية؟ كل هذه الأمور نحتاج أما قانون الجرائم الانتخابية مفصل أو يفصل هذه الأمور كلها في قانون الانتخابات وقانون مجلس المحافظات هذا بصراحة دائما ندعو إلى استكمال المنظومة الانتخابية سيد سعد تحدثت بأن الرقابة الأصلية يجب أن تكون داخلية وليست من قبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن وما إلى ذلك لكن ما الضمان؟ اليوم موجودة الأمم المتحدة وتراقب الانتخابات ما الضمان بأن لا يتكرر صمت الأمم المتحدة ومراقبيها المنتشرين في المحافظات العراقية كما حصل في 2018 يعني أعتقد هناك مراقبة أمم المتحدة واتحاد أوروبي اليوم جاءوا بأكثر من مائة مراقب من الاتحاد الأوروبي هؤلاء بصراحة حتى الاتحاد الأوروبي ذكروا معلومة بأنه سيراقبون لإجراء التشريع القانوني ومتابعة تنفيذ هذا القانون أعتقد هذا شيء مهم لكن لماذا بالأيام الأخيرة أتابع؟ اليوم القانون مقتضب غير مفصل متناقض في كثير من فقراته وفي فقرات لا يمكن تنفيذها فما هو دور الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة قرأت في المادة 40 هناك تدقيق لسجل للناخبين بعد الانتخابات طيب لماذا لا يوجد دولة ديمقراطية لسجل للناخبين بعد الانتخابات؟ هذا أشكال كبير أين دور الأمم المتحدة؟ وهي كانت تحضر اجتماعات في مجلس النواب السلطة التشريعية ومع مفاوضية الانتخابات ومع كل الجهات السياسية والرئاسات السلاة في العراق إذن أين دورهم في هذه الإشكالات؟ أنا أعتقد دائما أقول مراقبة الانتخابات تبدأ من صياقة القانون وليس في يوم الاقتراع يوم الاقتراع يأتي كمكمل لإجراءات لسنين لسنتين أو ثلاث سنين اليوم القانون شرع في 2019 كمسودة 2020 أقر واليوم نحن في نهاية 2021 ولحد الآن لم يرى أي تقرير من منظمة دولية بأنه فيه إشكالات 1-2-15 هذا ما نصب إليه أنا الذي أعتقد مهما ستكون نتيجة ستصادق وتقبل الأمم المتحدة خوفا من أن يذهب العراق وهذه حجتهم إلى المجهود المفروض أراقب أدقق أعدل نعم أعطي مخترحات نعم سيد سعد إذا تذكر قبل مدة قالت بلاس خارت في إحاطتها بأنه إذا حصلت أي خروقات في هذه الانتخابات أو ضغط الفاسدون على الناخبين في هذه الانتخابات لن يكون هناك مطلقا دعم من قبل الأمم المتحدة للعراق هل تتوقع بأن هذا الحزم الجديد من قبل الأمم المتحدة والإحاطة الجديدة التي ستقدمها بلاس خارت بشأن ما بعد الانتخابات هل يمكن أن توقف هذه العمليات عمليات التزوير وكذلك عمليات الفساد المستمرة في تعيين الفاسدين في هذه الحكومة تعيين الفاسدين وتشكيل الحكومة أعتقدهم بعيدين عنها لكنهم واجبهم مراقبة العملية الانتخابية برمتها يعني دائما نقول تراقب القانون تراقب إجراءات تنفيذ القانون الأنظم والإجراءات التي يصدرها مفوضية الانتخابات سأذكر مثال بسيط على المخالفات القانونية الكثيرة هناك نص بالقانون بأنه بعد انتشار مراكز الاقتراع لا يمكن نقل أي مركز أو محطة أو استحداث مركز أعتقد هذا النص أخذ من القانون اللبناني لكن لماذا استحدثت الآن محطات ومراكز كل ما تتعدد طبعا ومسألة أخرى مسألة موضوع سجل الناخبين والتصويت المتعدد في الانتخابات الماضية هناك 11 نوع من التصويت تصويت عام وخاص ومهجرين وخارج ونازحين والفي آي بي يعني 11 نوع من التصويت وعدت بطاقات تستخدم للتصويت بطاقة إلكترونية بطاقة بايومترية تصويت خاص للنازحين ومع التصويت الخاص كلما تعددت أنواع التصويت وكلما تعددت نوع البطاقة المستخدمة إذن أنت تصيبك شكوك وضنون المفروض أدهى رؤية المؤمن المتحدة لماذا سجل الناخبين بدأ بالبطاقة بايومترية من 2014 نحن اليوم في نهاية 2021 لحد الآن بحدود 40% لا يمتلكون البطاقة البايومترية إذن هذا إشكال يجب أن نضع حل لسجل الناخبين دائما نقول سجل الناخبين هو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيها عبر المقاطعة لضيق الوقتة سيد سعد الراوي نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق شكرا على هذه المدينة